مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثاني المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس الثامن أنوان الدرس مجلة الشباب العالمية قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجو فيسبوك أو أستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني المتوسط نبدأ بالدرس يونت 1 لسن 8 اليونت الأول الدرس الثامن عنوان الدرس The Global Youth Magazine مجلة الشباب العالمية بالبداية يقول لي read the advertisement اقرأ الإعلان هاي الكلمة مهمة حاول تحفظها راح تفيدك الآن راح تفيدك بالثالث متوسط اقرأ الإعلان For The Global Youth Magazine's Competition لمسابقة مجلة الشباب العالمية Would you like to go? هل تود أن تذهب? Why? أو why not? اذا تحب تروح ليش تحب تروح واذا ما تحب تروح ليش كذلك لازم توضح السبب الآن هو مجرد حاليا لحد الآن منشاط للقراءة يطلب من عندني أقرأ ومثنان راح نوضح المفردات اذا اكو شي ممكن يفيدنا بالامتحان انعشره أو ننبه عليها بالبداية يقول لي Global Youth Magazine المجلة العالمية للشباب هو مختصرها احنا اخذنا بدروس سابقة كيفية الاختصار ناخذ الحرف الاول من كل كلمة جي والواي والأم صارت GYM أو GYM هي مختصر المجلة العالمية للشباب أو مجلة الشباب العالمية يقول لي Tell us about yourself اخبرنا عن نفسك And win a chance to join the editorial team on a road trip اخبرنا عن نفسك واربح فرصة ان تنظم مع فريق المحررين on road trip في رحلة around Europe حوله اوروبا Starting in ابدأ بلندن يعني الرحلة راح تبدأ بلندن بالبداية يقول لي Are you a writer؟ هل انت كاتب؟ ديزاينر؟ مصمم؟ ريبورتر؟ مقرر؟ صحفي؟ افوتغرافر؟ مصور؟ انادتر؟ محرر؟ Are you interested in the world around you؟ هل انت مهتم بالعالم حولك؟ Do you want to learn from people؟ هل تود ان تتعلم من الناس in lots of different countries من مختلف البلدان؟ fill the application form below املأ الاستمارة ادنى and maybe وربما just maybe فقط ربما we will see you in London ربما سوف نراك في لندن راح تدخل بقرعة وممكن تدخل المنافسة وتروح وياهم برحلة حول اوروبا Applicants should be between the ages 14 to 17 الناس اللي يملون الاستمارة لازم يكون اعمارهم بين الـ 14 الى 17 سنة and available between the 15th June وسوف تكون الاستمارة مفتوحة بين 15 June الى 1 August هسه عرفنا انه اكو جريدة عالمية سوية مسابقة الناس اللي تدخل بهاي المسابقة راح يدخلون بقرعة والقرعة راح يختارون منها مجموعة من الشباب هذول الشباب راح يروحون يفترون بأوروبا بشرط ان يكون اما صحفي او مصور او مصمم او كاتب الى اخرهم هذا الى حد الان مجرد نشاط صفي للقرعة غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي الاستاذ راح يختار مجموعة من الطلاب ويقولهم اقرو وراها يسألهم يقول للطلاب هل تود الذهاب فالطالب مثلا واحد يقول يس I would like to go واحد يقول نو كلا ما احب ذهب راح يسأل الستاذ اذا اقول يس why would you like to go ليش تحب تذهب مثلا يقول because I like traveling I like visiting countries انا احب السفر احب زيارة البلدان الاخرى لا الى اخرى لا حد الان مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي ننتقل الى الفقرة الثانية هنا لا تلاحظون ان باللون البرتقالي هذه الكتابة التي كتبها الطالب والكتابة التي باللون الأزرق هي الاستمارة التي المفروض الطالب يمليها عن نفسه فالاسم جاد عزيز علي واحد اسمه جاد عزيز علي عمره 15 سنة هو العنوان مالتا ومقصر بصرة إراك في مدينة مقصر في البصرة في العراق نانا يقول له بالاستمارة يقول له اخبرنا عن خبرتك في العمل في المجلات هو الجاوبهم قالهم انا دائما كنت مهتم بالتصوير وعملت في مجلة المدرسة لثلاث سنوات وعملت في مجلة المدرسة في العام الماضي فست بجائزة أفضل مصور فوتغرافي شاب هنا في العراق سأله بالاستمارة سؤال ثاني لماذا تريد أن تنظم الى فريق الجيم؟ لماذا تود ان تنظم الى فريق الجيم؟ قلنا الجيم هو مجلة الشباب العالمية جاوبهم قالهم أريد أن نتعلم عن الناس الشباب حول العالم أنا أؤمن أنا متأكد بأن عن طريق مشاركة الصور يمكننا أن نفهم أحدان الآخر بشكل أفضل بشكل أفضل أي البلدان التي ذهبت لها قلهم أنا ذهبت إلى كندا ما اللغات التي تتحدثها؟ ما اللغات التي تتحدثها؟ قلهم أنا أحب أي شيء مرتبط بالماء ولكن لديك الكاميرا معي ودائماً أنا أخذ الكاميرا مالتي وإعاية هذه هي الاستمارة التي يملوها على المدين ينضمون لمجلة الشباب العالمية كذلك هذه الاستمارة هي عبارة عن نشاط صفي للقراءة فقط غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي إذن لحد الآن كتاب الطالب فقط للقراءة ننتقل إلى كتاب النشاط يقول يريد أباوت جوني عن باولو اقرأ عن جوني و باولو منطين استمارة كذلك ملوها جوني و باولو ما الأشياء المشتركة بينهم وبين جاد؟ قبل دقيقة قرأنا الاستمارة مات جاد وهسا نقرأ الاستمارة مع جوني ميلر وكذلك الاستمارة مع باولو فهنا يقول لك أكو شغلات مشتركة بين جوني و باولو و جاد شنو منذن الشغلات المشتركة؟ دعنا نقرأ استمارة جوني و باولو و سنقرر اسم جوني ميلر اسمه جوني ميلر عمره 14 ذات عمره 15 ادرس ميدلي ستريت آشبي انجلند في انجلترا مدينة آشبي في الشارع الوسط ورقم الدار 23 اخبرنا عن خبرتك نفس الطريقة عن العمل في المجلات قالهم حتى قبل ان ادخل المدرسة كنت احب كتابة القصص كنت اقابل الجميع كنت اعمل مقابلة مع كل شخص ارتقيه ادربت طول حياتي ادربت طول حياتي اصبح محرر و هذا سيكون مجمع فرصة مذهلة فرصة مذهلة فرصة مذهلة فرصة مذهلة فرصة مذهلة لكي اتمرن على ان اكون محرر لماذا تريد ان تنضمل هذا الفريق نفس الطريقة؟ اسجابهم قالهم كما قلت احب الكتابة انا احب الكتابة هناك الكثير لتعلمه and i really believe we can make the world better و انا متأكد من اننا سوف نجعل او يمكننا ان نجعل العالم افضل if we understand each other اذا فهم بعضا البعض الاخر a little better بشكل افضل which other countries have you been to؟ اي البلدان التي ذهبت اليها i've never left my country قالهم انا ابد ما غادرت بلدي which language do you speak ما اللغات التي تتحدثها i speak english and french يتحدث اللغة الجليزية والفرنسية what do you do in your spare time ما الذي تفعله في وقت فرابك i write stories اكتب القصص poems اشعار articles مقالات for the school magazines لمجلة المدرسة هذا ما قاله جوني ميلر انه بننتقل للغالة paolo paolo امر 16 سنة ادرس via spina camacho ايطاليا دولة ايطاليا مدينة camacho وهذا عنوان او رقم الدار tell us about your experience نفس الطريقة اخبرنا عن خبرتك في العمل بالمجلات قلهم i started small magazine for my school بدأت بمجلة صغيرة لمدرستي i wrote about some of my town's historical characters بدأت بالكتابة عن الشخصيات التاريخية للمدينة and told the young people about events that were happening in our town وأخبرت الشباب عن الأحداث التي كانت تحدث في مدينتنا لماذا تريد أن تنظم إلى فريق المجلة الشباب العالمية نحن نتواصل عندما نفكر في ما نكتب if we understand the way other people think إذا فهمنا الطريقة التي يفكر فيها الناس الآخرين the world will be happier place العالم سوف يكون مكان أسعد which countries have you been to ما البلدان التي ذهبت إليها Spain and Morocco Spain, España Morocco, المغرب which languages do you speak ما اللغات التي تحدثها Italian of course اللغة الإيطالية بالطبع English and little French الإنجليزية والفرنسية إذن لحد الآن هما ثلاثتهم يحتون اللغة الإنجليزية والفرنسية هذا إن شاء الله مشتركة بين عناتهم ثلاثتهم What do you do in your spare time ما الذي تفعل في وقت فراغث I love to keep diary about all the funny things that happen to me أحب أن أكتب في مفكرة كل الأشياء المضحكة التي حدثت لي حسنا الآن قرأنا مثل ما طلب من عدنا وراها شي يقول لي things Jad, Johnny and Pablo having common أشياء مشتركة بين كلهم ثلاثتهم Paolo, Johnny and Jad شن الشغلة المشتركة بين عناتهم ثلاثتهم لاحظنا من خلال الاستمارات اللي ملوها Jad, Johnny, Paolo أن ثلاثتهم يحشون الإنجليزية فأقول they all جميعهم speak English يتحدثون اللغة الإنجليزية and French وكذلك اللغة الفرنسية هذه الفقرة الأولى الفقرة الثانية شن هو أشياء الله أنتم مشتركة بين عناتهم ثلاثتهم لاحظنا أن ثلاثتهم يعملون بمجلة المدرسة فأقول they all جميعهم work أو worked عملوا in the school magazine جميعهم عملوا في جريدة أو مجلة المدرسة لحد الآن تمام عرفنا الأشياء المشتركة بين Jad, Johnny, Paolo أشياء المشتركة بين جاد و جوني و باولو لاحظنا كمثال من ناحية الأعمار جاد عمره جوني عمره جوني عمره جوني عمره 14 و باولو عمره 16 إذن ما هذه إن شاء الله غير مشتركة بيناتهم بعد من خلال كذلك الاستمارة عرفنا أنه جاد photographer photographer يعني مصور إذن هذه مهنته كمصور بينما جوني و باولو شنو اللي عمل مالتهم يعملون ك reporters reporters مقررين أو صحفيين فإذن إن شاء الله غير مشتركة بين جاد و بين جوني و باولو إلى آخره إذن لن نطلعنا الأشياء المشتركة والغير مشتركة بين جاد و جوني و باولو كذلك هذا النشاط الصفي غير مهم بالامتحان التحليل والامتحان الشفوي الآن ننتقل إلى تمرين رقم 2 و 3 رقم 2 يقول هل تعتقد بأن هؤلاء الأولاد إذا التقوا سيكونون أصدقاء إذا قلت إي مثلا واحد من الطلاب يرفع هيدا يقول نعم سوف يكونون أصدقاء سوف أسأل لي المدرس يقول لي لماذا تعتقد أنهم سيكونون أصدقاء إجابة يقول للأستاذ كمثال لأنهم كلهم يستطيعون نفس اللغة فواحد يفتهم الله أو لأنهم كلهم يعملون فجلة فأكوا شغلات يحكون عنها أو واحد يقول لي لا ما رح يكونون أصدقاء هم أن يوضح سببها هذا كذلك نشاط صفي أما تمرين رقم 3 يقول لي املأ الاستمارة يقول لك لنفترض أنه أنت قدمت على هذه مجلة الشباب العالمية أريد أكتم لي الاستمارة أنا رح أمليها حسب اسمي وعمري إلى آخره فأني شنو اسمي اسمي طاها حسين فأكتب طاها حسين بعد يقول لي عمري وش قد عمري أن أنا أنطي لازم عمري بين الـ 14 والـ 17 فمثلاً أقول أنا عمر 15 سنة بعد أدرس العنوان أقول له كربلا كربلا إراك كربلا في محوظ كربلا في العراق Tell us about your experience for working on magazines يقول لك الطين الخبرة مرتك في العمل بالمجلة كمثال أقول I have started magazine in my school أنا بديت مشروع المجلة في مدرستي I was writing reports كنت أكتب التقارير about the events happened in my town كنت أكتب التقارير عن الأحداث التي تحدث في مدينتي هذه الخبرة مالت في المجلات التي فتحتها في المدرسة وراها يقول لي كمل لي الاستمارة معتك Why do you want to join the gym team ليش تريد تنضمل هذا فريق الشباب العالمي تقولهم كمثال I like writing لأني أحب الكتابة and find out about other countries كمثال لأني أحب الكتابة وأحب الاكتشاف عن البلدان الأخرى which other countries have you been to أي البلدان التي ذهبت إليها سابقا يا بلد رايح كمثال أقولهم على سبيب المثال France فرنسا بعد Which languages do you speak ما اللغات التي تحدثها تقول لك مثال Arabic اللغة العربية French اللغة الفرنسية وهكذا What do you do in your spare time ما الذي تفعله في وقت فراغك كمثال تقول I like watching documentary programs كمثال أحب أن أشاهد البرامج الوثائقية كمثال لأن هذه البرامج الوثائقية مهمة في كتابة التقارير تجعل الطالب يقدر يعزز قدرته على كتابة التقارير سواء كان التقارير عن الحيوانات عن الرياضات عن التقارير الرياضية عن التقارير الخاصة بالمدينة إلى آخر عن المقابلات إلى آخر هذا الاستمارة التي طلب من عندي أن يمليها قال لك مثل ما باولو وجوني وجاد ملوا الاستمارة أنت تخيل نفسك طالب حالك حالهم وقدمت على هذا الاستمارة حاول تكتب المعلومات المطلوبة من عندك كذلك هذا النشاط الصفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفون هذا كان برسنا لهذا اليوم أخذنا بمجلة الشباوي العالمية مجرد مقطع نصي للقراءة تعرفنا به على هوايات وخبرات جاد وجوني وباولو الأشياء التي يريدون أن يكون عليها في المستقبل الأشياء التي يريدون أن يشاركوها المعلومات الخاصة بهم لماذا يريدون أن ينضمون إلى مجلة الشباب العالمية لاحظنا أن أغلب أنشطة اليوم أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد أنشطة للقراءة حاول تتعلم قراءة هذا النصوص على متروح المدرسة حسابات الموجودة في القراءة ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السبسارة أو وضافة تحبون أن تقدموها تستطيعون أن تتواصلون إلى الحسابات الموجودة معكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر